السلام عليكم معكم عرب بنكس اليوم جبت لكم فيديو جديد عن الأدوات اللي بستعملوها الحيتان والناس اللي جدا قوايا في الانفتيز عشان يتابعوا المشاريع ويشوفوا المشاريع اللي قاعدة اتطير اول باول قبل ما ابلش في الفيديو اتمنىكم تدعموني باليوتيوب تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة والتابعوا صفحتي على تويتر بنزل فيها دائما الاشياء وعلى التليجرام طبعا كما بنزل اول باول وهلا خلينا نبلش في الفيديو اول موقع جايب لكم اياه هو موقع ممكن يكون ببلاش وممكن يكون بفلوس هلا ممكن اشرح لكم الطريقة كيف تستعملوه ببلاش كيف تستعملوه في فلوس هلا الموقع ايش بيحكي بيحكي لك عن بيحطيك الفلور برايس والفوليوم تبع كل مشروع ويعمل لك تحليل للمحفظة لكل مشروع تحليل ويعمل لك توكن بريكين داون يعني بيعمل لك سنايب للرييرز الرييرز هم في كل مشروع بيكون في 30 اربعين صورة نادرين فبيعطيك متى انه صاحب الصورة هي نزلها بسعر رخيص فانت بيجيب تلقطها على السريع وبيعطيك اخر الابديتس لكل مشروع بيعمل لك تراك للمحفظة تعويني الحيتان اذا حاب انت تتابع محفظة شخص معين انه ايش كاعد يشتري طبعا هدول الاشياء كلها بفلوس في اشياء ببلاش هلا رح اشرح عنها وبيعطيك تشارت هي جدول تبع المشروع وبيعطيك كاستم ألرت كاستم ألرت هذا بيعطيك انه اذا المشروع نزل الدسكور تبعه اذا المشروع مثل منت تبع المشروع هلا خليني اشرح لكم على الاي سي دوت تولز اول اشياء التوب التوب هاي ببلاش التوب ببلاش بفرجيك توب افضل مشاريع طبعا التوب افضل بيعطيك افضل مشاريع الموجودة في النيفتيز في ال اوبن سي بعدين الترندنج 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 بيعطيك المشاريع الترند حاليا الترند يعني قد عملها منت قد نزلت على السوق بس صار عليها فوليوم عالي صار فيه سيل فيه ناس صارت تشتري هلا هون بشرح لك انه صار فيه ناس قاعدة تشتري في المشروع فصار فيه سيلز فطلعت المشاريع جدا عالية هلا يعني بيعطيك تقريبا 20 مشروع صار فيه عليها ترندنج طبعا هون الفترة يعني بيعطيك هلا شوف الفترة اذا بدك تفتح 1 دقيقة الدقيقة بفلوس يعني بدي يخر منك شهريا 60 دولار اشتراك او تشترك معا 6 شهور ممكن 300 دولار بيعطيك دقيقة تقدر تحط خمس دقايق 15 دقيقة الساعة ببلاش ساعتين ببلاش يوم وهذا التحليل يعني بيعطيك ترند قبل ساعة ترند قبل ساعتين ايش كان المشاريع ترندنج قبل ساعتين يعني شوف هذا الاول يكون قبل ساعتين كان الاول نحط ساعة كم يصير صار الثاني يعني خفل ترند عليه شوي صار السيل اقل صار فيه مشروع تاني يطلع عليه ترند يعطيك السيل يعني بيعطيك أشياء ببلاش جدا قوية الدسكوفري المشاريع اللي قاعد يعمل عليها منت المشاريع اللي لسه طلعت فرش فرش جديد جديد لكي تلحقها أول وأول والووتش طبعا بفلوس تشترك الفيز بفلوس والألرت بفلوس يعني بتعمل كون نكت للمحفظة تبعتك معهم وبتشوف الاشتراك كم وبتدفع إذا انت حاب الموقع الموقع جدا قوي يعني أنا بنصح فيه صراحة يعني شوفك مبتدئ ما بنصح تدفع فلوس يعني خليك على الساعة شغال على الساعة يعني أنا نفسي أنا كخبير شغال على الساعة صراحة يعني بشوف مشاريع اللي قبل ساعة نعملها ترند فهو إذا صار معك فلوس ونجحت وهيك فتشترك أنا انتهى اشتراكي فلازم أجدد فعشان أصير أشوف الـ 5 minutes أو هلأ حلينا نتركها للساعة أنا هلأ خلينا أفرجيكم الموقع الثاني الموقع الثاني ERC Rarity ERC Rarity تكتبه على جوجل ERC Rarity يفتح لك زي براوزر في نفس جوجل فتعمل سيرج هذا الموقع يعني يعطيك الرير النادر المشاريع النادرة يعني المشاريع يعني يعني مثلا أنت بدك تشتري من مشروع أوكي يعني خلينا نحكي يعني نختار أي مشروع موجود بس تكتب هون تكتب اسم المشروع يعني أنا سأختار أي مشروع موجود هون طبعا تكتب سايبر أو جنجل فريكس بس تحط عليه أكي يعطيك فلور برايس وأقل الأشي قاعد من بعض هنا في المشروع وكمل أونرس كل الأشياء مثل الأوبين سي بس إيش الحلو فيه يعطيك الرانك يعني مثلا الرانك هاي صورة رقم واحد في المشروع كله قاعد ببيحة أربعمية وعشرين إذا أنت حابت تشوف صور نادرة ممكن حدا ببيحة برخيص يعني مثلا نفوت نفوت هذا المشروع نفوت شوف برخيص فبتشوف الصور النادرة كم قاعدة تنبع يعني بتشوف لك صورة نادرة قاعدة تنبع في رخيص وتشتريها مثلا هاي رقم اثنين وعشرين من المشروع كله هذا رقم اثنين وعشرين فتشوف قاعد ببع يعني جدا سعر واضي يعني صاحب الصورة ما بيكون عارف انه هاي الصورة نادرة فيه مناس مبتدئين ما بيكونوا عارفين انه هاي الصورة نادرة فبسيري بيقع برخيص فالحيتان بيجوا بالقطة الصور النادرة نفس هيك الحركة هاي بيسوها هذا هو الموقع ercrarity.com تكتبوا على جوجل بيطلع لك طبعا انا شرحت المشروع هذا مش انكم تروحوا تشتروا منه بس انا ما بعرف انا ما عملت راسع المشروع كله مسؤوليتكم صراحة دعونيlara يتضرب Lки الأدوات الثانية طبعا لديك هذه اليbee لجوجل كروم رارتي سنيبر تضعها هنا تضعها تضعها لجوجل كروم تضعها لجوجل كروم رارتي اكستنشن طبعا ماذا تفعل لك دعني افتح لكم دعني نفتح دخلنا هذا المشروع شوف الحلو ماذا يعطيك يعطيك النوادر شوف ارقام النوادر هاي رقمها طبعا ما تطلع على هذا الرقم هذا هاشتاغ هذا رقم الصورة ليس النادر النادر هو الرانك يكون اسمه رانك فهذا يعطيك الرانك فانت لما تضيف هذا الرارتي سنيبر كمان هو فيه بلاش بفلوس فانا قاعد اعطيك الاشيء لبلاش عنده فبيكون شوف يعطيك الاسعار الخيصة نشوف الرانك هاي رانك ترتلاف من المشروع مشروع كم صورة مشروع عشر تلاف هاي الصورة ترتلاف هاي ستتلاف هاي ستتلاف بيعطيك كم سعرها كالاتي ممكن تشتريها بكبسة واحدة هلا تشتريها بكبسة واحدة بيعطيك تدفع فلوس للموقع للبرنامج هاي رالتي سنيبر كمان عندهم موقع نفس الاشيء بتكتب رالتي سنيبر بطلع لك موقع هاي بتقدر تعمل للمشاريع الموجودة اللي بدك تشتري منها وبتشوف كامل رانك عرفتوا علي وبتقدر تشوف كامل رانك هون بال اي دي تكتب اسم الصورة بدك اياها والرانك والسعر السعر المتواجد فبيعطيك كل شيء يعني هون بيعطيك الصور يعني موقع قوي واشتراك انا بنصح تستعمله ببلاش يعني اوفر فلوسك طبعا عندك موقع كمان نفس الشيء كمان بفلوس هذا بفلوس هذا جدا قوي بس غالي كثير وعندك الاكستنشن الغاز الغاز هذا ببلاش طبعا فبالضيفه اكستنشن شوف كيف بضيفه هون اكستنشن فبيصير عندك اياه هون بصير الغاز موجود اكستنشن وعندك رارتي سنيبر شرحنا عنه نفس الشيء موجود هلا خليني افرجيكم الموقع هذا موقع رارتي سنيبر رارتي سنيبر طبعا بفرجيك المشاريع نازلة يعني تكون نازلة بس بفرجيك الرانك تبعتها يعني شوف هاي بفرجيك رانك رقم واحد في المشروع كله كم تنبع رانك رقم تو رقم تو يعني هاي رانك رقم خمسة في المشروع وكانت تنبع 2000 اثيريوم كانت تنبع 2000 اثيريوم فنفس الاشي شرحه جدا بسيط موقع جدا سهل استعمال بسيط فما في داعي اشرح عنه نفس الشيء رارتي سنيبر رارتي سنيبر رارتي سنيبر نفس الاشي موقع جدا بسيط سهل الشرح وكثير مفيد بس سيك بتكون انتهت الفقرة واتمنى يكون عجبكم ما تنسوا تعملوا فولو على اليوتيوب على التويتر عفون وتعملوا اشتراك على اليوتيوب وكتبوا لي في التعليقات شو حابين تعرفوا وان شاء الله كل اسبوع ننزل لكم فيديو وتستفيدوا ان شاء الله انكم تستفدتم والروابط موجودة على تحت الفيديو بتلاقوا الروابط كلها ويعطيكم العافية